موسيقى حياكم الله مشاهدين الكرام ما قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قتلت القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني لمنع قيام الحرب وليس لإشعالها بحسب تعبيره وقال البنتاجون قبل هين العملية تهدفها ردع هجمات إيرانية مستقبلية من جانبه توعد المرشد العلى الإيراني بانتقام قاسم من المسؤولين عن مقتل سليماني ويمثل مقتل اللواء تصعيدا كبيرا في الصراع بين الولايات المتحدة وإيران الذي قد تكون له عواقب كبيرة ويبقى السؤال الأكبر ما الذي سيحدث بعد ذلك لم يكن خبرا عاديا مقتل قاسم سليماني رجل طهران الأول والقائد الأبرز لمد الذراع الإيرانية في الشرق الأوسط مقتل سليماني قائد ما يعرف بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني يشكل تصعيدا كبيرا في الصراع مع الولايات المتحدة والذي قد تكون له عواقب كبيرة السؤال الإيراني هو المتوقع دوليا تجاه تلك الضربة والتي لربما ليست موجعة فقط وإنما قاصمة فقد يترتب عليها اقتراب المواجهة العسكرية المباشرة بين البلدين ووضع مستقبل واشنطن في العراق على المحك بالإضافة إلى اختبار استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة كما لم تختبر من قبل وهو أمر يمتد إلى طهران أيضا والتي باتت في عيون الكثيرين نمرا من ورق في تحدي وترقب لما قد تتخذه تلك الدولة بعد خسارة أحد رجالتها المخلصين لمشروعها في معرض تبرير قرار قتل سليماني القل بنتاجون باللائم على طهران والذي حملها تاريخا تجسد بسلسلة من الهجمات الصاروخية منخفضة المستوى على القواعد الأمريكية في العراق وكذلك في اغتيال مقاول أمريكي إضافة إلى العمليات الإيرانية السابقة ضد ناقلات النفط في الخليج وإسقاط طائرة مسيرة أمريكية بل وحتى الهجوم الكبير على منشأتين نفطيتين سعوديتين دون رد أمريكي مباشر ليكون مشهد اقتحام سفارة الولايات المتحدة في بغداد آخر المشاهد في جدول الصبر الأمريكي على تحركات طهران والذي يأتي بمثابة ردع غير متوقع على صعيد التكهون الإيراني تبعا معكم هذا التقرير مشاهدين الكرام ورحبوا بضيفي هنا في الاستيديو الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني حسين السبعاوي أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة المميزة بعد مقتل القاتل ومتابعة التشيع كيف تلقيتم الخبر تحية لكم ولمشاهديكم الكرام حياكم الله يعني أعتقد مقتل قاسم سليماني هو لن يوقف المشروع الإيراني وتمدده في المنطقة ولن يسقط النظام في إيران وبدأ القاسم سليماني متوفرة في نظام مثل نظام خامنئي أعتقد نعم هي كان ضربة أمنية قوية على النظام في إيران بحكم شخص قاسم سليماني وموقعه خصوصا في المنطقة العربية هذا بالنسبة للعنوان ولكن بالنسبة لك شخصيا هل عنى لك شيئا مقتل قيادي يداه أو غلط بدماء السوريين والعراقيين قبل ذلك وبعده والأمر ليس فقط أنا بل ملايين من العرب والمسلمين قد استبشروا خيرا وفرحوا من الأرامل والتكالة والأيتام والمظلومين والمدن المدمرة والموصل وحلب وغيرها من المدن التي أبيدت على يد قاسم سليماني فأعتقد الجميع قد فرح بهذا الاستهداف يعني هذا الرجل أوغلت يده في دماء المسلمين بل سبح في دماء المسلمين وليس فقط خاض بها فكان مقتله خبرا مفرحا لهؤلاء الناس الذي يعدون بمئات الآلاف اللي لم يكونوا بالملايين تحدثت صحف أمريكية عن تفاصيل الساعات التي سبقت اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني في بغداد وموافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرار الاغتيال كيف تبعت مقتل سليماني الطريقة التي قتل فيها وما هي أهمية ودلالة التوقيت هنا يعني أولا الولايات المتحدة تحتاج لمثل هذا الحدث ولمثل هذا الفعل لعدة أسباب أولا قاسم سليماني هو يدير ميليشيات من خارج الدولة الإيرانية وكان يعمل على مشروع لاستهداف المصالح الأمريكية والقوات الأمريكية وقد استهدف في العراق في منطقة كيوان استهدف قاعدة أمريكية وقتل متعاقد أمريكي وبدأ يتحرك وفق هذا المشروع بعد اقتحام السفارة واستهداف القوات الأمريكية لمواقع الحشد في العراق فكانت سفره إلى لبنان واللقائه مع حزب الله ثم إلى دمشق وثم مجيه إلى العراق هنا تفاصيل العملية مثير بشكل أو بآخر يعني بعض الصحف تحدثت عن هذه التفاصيل عندما كان في لبنان ثم ذهب إلى العراق كيف تبعت هذه التفاصيل ودتي السريبة؟ أعتقد هو كان متابع بدقة من قبل القوات الأمريكية والسي آي أي وتحركاته كانت بدقة متتبعة وأدركت الولايات المتحدة بأنه هو يعد عملا عدائيا ضد الولايات المتحدة في المنطقة لأنه لا يجرأ أن يرد على الولايات المتحدة مباشرة كيف علمت هنا السؤال البارز؟ يعني من وشع على مكانه من وشع على هذه التفرصيل يعني أولا هي حجم المخابرات الأمريكية كبير جدا ومكانياتها هائلة جدا ومتعاونيها كثيرين بما فيهم في العراق ولبنان وفي سوريا وأنا أعتقد استهداف سليماني في بغداد أعتقد كان هناك تعاون أمني عراقي وإلا لا يمكن استهدافه بهذه الطريقة أولا قاسم سليماني استهدف في المطار فمعلوم ساعة الوصول ومعلوم طريقة الذي يسلكه إضافة أنه ما كان في موكب رسمي كبير حتى يكون بارزا بل هو كان في عجلة عادية يمكن يصعد فيها أي مواطن عراقي يطلق عليها عجلة سترايكر يعني هذه عادة ما تستخدم في نقل الركاب العاديين فاستهدافه معناه هناك تعاون أمني من قبل جهات عراقية مع القوات الأمريكية وحددت الهدف وحددت المكان والزمان لقاسم سليماني فسهلت عملية استهدافي وأعتقد اليوم أن الحكومات العراقية أو بعض المعنيين أنه أجروا تحقيقات كثيرة مع موظفين في مطار بغداد الدولي ومع بعض الشخصيات وأيضا منذ البداية اتهمت بعض الشخصيات العراقية بأن هناك تواطئ وهناك تعاون هل اختراقات أمريكية للميليشيات الإيرانية بشكل عام؟ لا الأمريكان لهم حلفاءهم الخاصين سواء في لبنان وفي العراق وفي سوريا داخل هذه الميليشيات أقصد مثلا نائب سليماني قريبه من موه ومتواجد معه أعطى الاحداثيات بشكل أو بآخر هل من معلومات حول هذا الموضوع؟ من حيث كمعلومة دقيقة لا يتوجد معلومة ولكن من حيث الامكانية والمتحدة هي قادرة على اختراق ميليشيا أي شخصية عادية تستطيع أن تخرق الميليشيات الميليشيات يعني هي نظامها مهلهل ليس بالنظام المركزي المتماسك المسبوك لأنه اليوم بعض أطباع إيران يعني يخافون من أنه الذين موجودين بجانبهم يكونوا واشيين للأمريكان وبالتالي يتخلصونهم يا سيدي أغلب الشعب العراقي هو يرفض المشروع الإيراني فهل يعقل أنه الشعب العراقي كلهم متهم بمقتل قاسم سليماني ليس العراقي فقط السوري هنا نتحدث عن المقليم اللبناني السوري اللبناني اليمني العراقي البحريني غيرها طيب هل معنا هذه الشعوب كلها متهمة من وجهة نظر إيران هذه نظرية يعني معقدة لا يمكن قبول بها ولهذا السبب نحن نقول أنه إيران لم ولن تستطيع الرد المباشر حلولية المتحدة ستبدأ بأفعال انتقامية ضد هذه الشعوب الثأر نعم ستثأر هو العنوان الثأر هو عنوان المشهد المرتقب بالتالي الرد واقع واقع هناك من يقول يا سيدي لن ولن تستطيع إيران أن ترد على الولايات المتحدة يعني ستحترق إيران لو تجرعت على مثل هذا الفعل مجرد وصلوا إلى السفارة وتجاوزوا على السفارة وأكثروا بعض الزجاج لكن تحركات الأمريكية هنا مثيرة نعم الأمريكان بطبيعتهم يأخذون الاحتياطات إلى أعلى درجة نتحدث عن ألاف الجنود الذين سيصلون ألاف الجنود نعم اليوم سابقا قلنا أن هناك جهتين مهمين على الساحة العراقية الأمريكان وإيران فاليوم أصبحت الغلبة للأميركان من حيث السيطرة على السماء العراقية الأجواء العراقية وبدأت السيطرة شيئا فشيئا على الأرض وهناك بعض الأجهزة حتى من داخل العراق هي متعاونة مع الولايات المتحدة إضافة لبعض الشخصيات الكثيرة فيما يتعلق هنا بالثأر والطرق التي من الممكن أن تتخذها إيران يعني ذكرت أنه من الممكن أن تقوم بعملياته لبسيطة وين ممكن ترد؟ شوف إيران ترد بطريقة غير مباشرة لن تستطيع الرد المباشر إيران لا تريد أن تنتحر ولن تنتحر الرد المباشر على الولايات المتحدة معناها انتحار وهذا ما لم تفعله إيران سترد على بعض الدول في منطقة الخليج على بعض المنشآت تقوم بأعمال تشاغب في الموانئ وفي المضائق بقضايا السفن والناقلات النفط ممكن بعض المواقع في العراق ذات التواجد المختلط ما بين قوات أمريكية العراقية كما حدث في العراق طيب الآن في عاجل يرد الآن بحسب معلومات التي لدي وسائل الإعلامة العراقية تتحدث عن استهداف قاعدة بلد الجوية الأمريكية بعدة صواريخ ممكن هذا معناه هم يردون في العراق هذه قاعدة يا سيدي ما موجدتها من جنود عراقين هو أكثر بكثير من الجنود الأمريكان وهذا وارد جدا نحن نتكلم عن قواعد أمريكية كاملة سواء يعني منطقة الخليج موجودة هي لا تستطيع أن ترد هي ترد على هذه المناطق ذات الوجود المزدوج ومن ثم تقتل جنود عراقين لو كان فعلها غيرهم لكانوا اعتبروا إرهابيين سفارة الأمريكية طبعا بالمناسبة قبل قليل في بغداد أطلقت صفارات الإنذار بالتأكيد نعم ستطلق صفارات الإنذار سيكون هناك تهديد ولكن لن تجرأ إيران على الرد المباشر هذا ما أريد أن أقوله هو ممكن أن ترد بطريقة غير مباشرة على بعض المصالح الأمريكية في العراق أو في منطقة الخليج أيضا مثل آرامكو مثل المضائق مثل هكذا يعني احتجاز سفينة مثل هذا الأفعال لن تستطيع أن تدخل في مواجهة وحرب مباشرة مع الوئات المتحدة والفرق يعني تقلل من أهمية هذا الاستهداف؟ اليوم قاسم سليماني يمثل الذراع الأيمن لخامنئي وتهديدات إيران الذي يسمعها منذ أربعين عام إلى الآن يقول المستمع لها والذي يؤمن بها يقول بأن إيران ستدخل في مواجهة مباشرة مع الوئات المتحدة هذا الذي أريد أن أقوله لم ولن تدخل في مواجهة مباشرة مع الوئات المتحدة ألم يتغير الوقت والموضوع والأحداث وكل ما جرى في الإقليم؟ كل ما جرى لن يغير شيء من إيران لا إيران سوف تغير سياستها تجاه المنطقة ولا الولايات المتحدة ستدخل في حرب مباشرة لكن كنا نتحدث هذا الكلام قبل مقتل سليماني وهو رجل الظل في المنطقة للمرشد الأعلى بدائل كثيرة إيران لا تنتحر لن تجرى الفرق ما بين إيران وبين الولايات المتحدة لا تستطيع أن تقضي على النظام خلال أسبوع واحد فقط هذا النظام لا تريد إلى الولايات المتحدة القضاء هي أيضا لا تريد أنا أفرح بذلك ولكن الغريب والملفت في تصريحات الأمريكان أنه دائما ما يقولون شيئا ويفعلون عكسه صحيح قالوا أنه لن يكون هناك أي عملية في العراق لا إناهن المسى وشه الصبح كما يقولون استيقظ العالم على خبر مقتل سليماني والعديد من رفاقه ترامب يقول أنه لا يوجد لا نريد أن يكون هناك حرب والله يستر بكرة من حرب يعني حسب ما توقع أنا بخلاف ما تتوقع لا لا علينا أن نوصف الحرب الموجودة الآن في العالم العربي في المنطقة هي حرب بالوكالة ليست حرب مباشرة طالما حرب بالوكالة فيبقى دور المخابرات ودور الأذرع سواء ميليشيات أم غيرها هذا ما يكون لها دور بارز وهذه أمرها طويل اليوم العالم غير مستعد وغير جاهز للحرب المباشرة اليوم لا يمكن أن تجعل أن تكون إيران هي ندى الولايات المتحدة ربما لا تكون مباشرة عن طريق الوسطة طبعا حرب بالوكالة ستبقى مستمرة تشعر المنطقة وصراع الشعاب للإقليم بشكل واضح بدأ من بداية السنة بداية هذا العام إذن الذي يدفع ثمن مقتل قاتل سليماني هو الإقليم وليس الولايات المتحدة هذا ما أريد أن أوصله نعم متفق معاك في هذا النقطة أنه الإقليم سواء العراق أو الخليج هو الذي يدفع هذا الصراع طيب خلينا هنا نعود نركز على نقطة بس لأنه يعني بعرفك بتحبها النقطة دور قاسم سليماني الدور الإيراني بشكل عام كان دور تخريبي في المنطقة هناك من يقول أنه الآن الدور انتهى ويجب على إيران أن ترحل من المنطقة وبالتالي لن يكون هناك أشعاء للإقليم بل تهديئة هذا لو كان هناك في إيران نظاما متعقلا يتقبل الواقع النظام في إيران نظام متعصم متطرف دينيا وقوميا اليوم نعمل مشروع الإيراني مرفوض داخل إيران وإيران تفرض وتصدره بالقوة إلى الدول الأخرى وهذا منطق غريب سواء على القانون الدولي أو على المستمع الدولي أو على الأنظمة الدولية جميعا فقط إيران في الدول العالم كلها تصدر ثورتها بالقوة على الناس تشكيل الحرس الثوري الإيراني مجرد تشكيل الحرس الثوري الإيراني بهذا الطريقة وبهذا الفكر العقدي وبنصوص الدستور الإيراني يكفي لتشكيل تحارف لمواجهة هذا الحرس الثوري وإنهاء دوره ولكن العالم ونستمع الدولي أراد أن يتشكل هذا الحرس الثوري ليشعل المنطقة ويحرقها ومن ثم يدخلوا لعادة ترتيبها من جديد فالمهمة معلومة وإن كانت مخالف القانون الدولي السيناتور ساندرز يقول انضممت إلى السيناتور كين لتقديم مشروع يمنع ترامب من بدء الحرب مع إيران من تلقاء نفسه الرجل ربما التعليقات التي تابعناها واضحة في هذا الإطار يعني أبدعوا الشباب السوريين والعراقيين في محاولة رسم صورة معينة لترامب في هذا التوقيت بعد مقتل سليماني يعني أكثر صورة معبرة أنه أنا مجنون شو ما بدي بعمل وبالوقت البدية بعمله يعني على العراقيين والسوريين والمنطقة العربية عليها أن لا تسير خلف الولايات المتحدة وهي مغمضة عينيها جميل الولايات المتحدة بطيئة تتحرك فق مصالح لا تتحرك فق مصالحنا صحيح وهي من سمحت لإيران أن تتمدد في المنطقة وتشعي الحرائق الولايات المتحدة محتاجة لمثل هذا الفعل لعدة أسباب داخلية داخل الولايات المتحدة وخارجية داخليا محاكمة ترامب وخلافه مع الديمقراطيين هذه قصة واحدة القصة الثانية انتخابات مقبلة رئاسية أميركية فيحتاج أن يكون بطل أيضا ترامب لكي يستفاد من أصوات الناخبين المنطقة الإقليمية التي دفعت لترامب كثير من المال أيضا تحتاج لفعل لترامب أيضا لكي يقنعها مجموعة هذه القصص كليته لكن علينا أن لا نصير ونغمض حينينا خلف الولايات المتحدة بحجة أنها ستخلصنا من المشروع الإيراني هذا المشروع الإيراني لم ولن يتمدد لو لا الدعم الأميركي الكيان الإسرائيلي رحب بالعملية هل بالفعل كان سليماني يشكل هدد أو تهديدا من خلال فيلق القدس الإيراني والذي هو على الطريق قصفه في العراق هي القصة أيضا المعقدة عنه عدما العالم العربي يستبشر خيرا ويؤيد مثل هذه الضربة والكيان الإسرائيلي يستثمر هذا و أيضا يؤيده وكأنما هناك حالة من التناغم تعطي حلف الممانعة بين قوسيا بأنه لاحظوا أولاء المؤيدين لضربة هذا هم نفس فكرة الكيان الصهيوني فهؤلاء جميعهم صهاينة وهم ضد حلف الممانعة و مع الأميركان فيجب أيضا أن نستهدفهم وتبدأ إيران وحلفاء في استهدف أولاء الناس الأبرياء البسطة الذين فقدوا من تكونوا الموبايل و على السوشيال ميديا يتكلمون و يتركوا من يستهدفهم رئيسهم إيران لن ترد لا على الكيان الصهيوني ولا على الولايات المتحدة ترد الآن في إدلب في الشمال السوري نعم ترد في إدلب ترد في الموصل ترد في بغداد ترد في مناطق في الشمال اللبناني ممكن تسوي لها فعلا ما تتوقع ذلك يعني في الشمال اللبناني في طرابلس وما حولها ممكن ممكن ترد من خلال حزب الله يعني من خلال حزب الله أضراح تحركها تشحل المنطقة كل تلك يجون على إيران تحل نتوسل يا با إيران رويدة رويدة بموضوع الرد هناك من يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية وجودها في العراق شرعيا فلذلك قامت بقتل سليماني في تلك المنطقة و لم تقوم باغتياله سواء في سوريا في لبنان التي كان قبل ساعات يتجول بيناتهم يعني ويتحرك دون رادع تحت المراقبة والاشراف تحت العيون الراصدة والساهرة قتل في العراق لأنها هي المتحكمة البعض هنا في الرد نعم قالوا أنه يجب أن يكون هناك وجود أشبه بشرعي للإيرانيين كي يردوا على الأمريكان في تلك البلد معادلة معقدة لكن الموضوع ربما مرتبط بالبحرين أو مرتبط بكذلك الأمر سوريا ولبنان على وجه الخصوص هنا هذه المناطق الثلاثة التي يرجح أن يكون هناك رد عسكري عليها كيف توافق على هذه نعم أتفق معاك لكن علينا أن نترك أنه الحق والشيء القانوني يعني إيران لا تفتلك أي شرعية في وجودها في الدول الأخرى وهي تصرح بأنه لا وجود لها في العراق ولا وجود لها في أي مكان في سوريا بحجة أنه وجودها بحجة النظام كمستشارين ما موجودة قوات عسكرية رسمية موجودة ولكن دعاهم النظام كما يقولون كما يقولون أركز على هذه نعم دعاهم النظام والعراق أيضا دعاهم في محاربة داعش أنا معاك ولبنان موجودين ككاياسي لكن على مستوى المستشارين وليس على مستوى بلبنان بلبنان حزب الله متحكم بالقرار السياسي متحكم بوجودك الشرعي هنا دعم هي تستخدم أضروحها هي الحرب في الوكالة تستخدم أضروحها أنت لاحظ إيران يعني لا يكون أن تضحي بجندي من جنودها وهناك عربي يريد أن يضحي من أجلها تضحي بمئة ألف عربي ولا تضحي بفارسي واحد على العرب أن يفهموا حلفاء إيران أن يفهموا طيب ستدخلهم في محرقة نيابة عنها وهي لا تحترمهم أنا تابعت التصريحات الإيرانية منذ أمس إلى الآن لم يذكروا من قتل محا قاسم سليماني من الحرب ومنهم أبو مهدي المهندس هو نائب رئيس الحشد لم يعزوا هذا الرجل ولم يذكروه الإعلام الإيراني لم يذكر هذا الرجل إطلاقا فقط يتركز على قاسم سليماني طيب بنمس بهذه المناسبة أبو مهدي المهندس أبو مهدي المهندس إيش كان دوره في العراق نائب رئيس الحشد بل هو الرجل الأول في الحشد الشعبي وفي تشكيل الميليشيات وفي تشكيل الحشد الشعبي وكلما مرسوا الحشد الشعبي وتحت أمرت قائد يعني أبو مهدي المهندس في غيرهم كمان اثنين ثلاثة نعم هؤلاء أعضاء معاونين لهم مثلا يعني يهاد العامري قيس الخزعلي شخصيات كثيرة يعني هي المعروفة والعراقين يعرفونهم لكن القصة وما فيها نتكلم عن الإعلام الإيراني لم يعني تجاهل هؤلاء جميعا فأنا أقول للعرب مصيبتهم كبير يا الله يعينهم لا يا سيدكم يحتقروا يحتقروا حتى حلفائهم القضية قومية ودينية هؤلاء ينطلقون من منطلقات عدة لا يحترموا العرب حتى لو كانوا حلفائهم يعني اليوم أنا أحجب لحزب الله والحشد وبعض حلفائهم في سوريا وغيرها يا سيد هؤلاء لا يحترموكم شعوبكم تحتركم أكثر وأبطاكم تحتركم أكثر والإقليم العربي يحترمكم أكثر أنتم لماذا تذهبون لخدمة فارسي لا يحترمكم أصلا ويستخدمكم في محرقة الذي يبيع نفسه هنا كمان يقول أنه لا أحد يحترمه طبعا بالتأكيد يعني بس إحنا نقول أنه إيران ستستخدم هؤلاء وتجعل منهم محرقة لردها عن استهداف قاسم سليمان مقتل مهندس وجمعته مقتل قاسم سليماني هل سيغير شيئا في المعادلة الأقليمية في العراق خاصة في ظل الاحتجاجات التي يشهدها العراق والساحات نعم في العراق في العراق التغيير قادم سواء بمقتله أم لا مقتله البعض يتصور أنه قد يجوز ينهي أي تغيير أو يلغي أي تغيير لا أنا أجد الحكس اليوم الشعب العراقي هو جاهزا للتغيير يتقبل التغيير بل يطالب بالتغيير وليس يتقبل التظاهرات العراقية دخلت شهرها الرابع في سلميتها في زخمها في مطالبها في كذا وبالمناسبة الولايات المتحدة ما استطعت أن تستهدف قاسم سليماني لو كانت هناك حاضنة شعبية عراقية تتقبل قاسم سليماني لا في حاضنة لا لا في حاضنة شعبية ولا المناطق الشعية ترفض وجوده على من خرجت التظاهرات على مسرع قاسم سليماني إذا دخل إلى المناطق الشعية المنتفضة يقتلوه لا يجرى اليوم التظاهرات في العراقية حدث فرضا شوف إذا بس تسمح لي التظاهرات في العراقية حدث 2019 نعتبر ليس لأنها فقط تظاهرات وإنما لأن هذه التظاهرات خرجت في المناطق الوسطى والجنوبية ذات الإغلبية الشعية والحاضنة الكبيرة والذي كانت تعتبرها أنها عمق استراتيجي طيب إذن العراق جاهز للتغيير ويتقبل التغيير ويطلب التغيير فالأوليات المتحدة وجدت مثل هذا الفعل لا يمكن أن تسادفه في لبنان وهو غير جاهز للتغيير التظاهرات في لبنان هي أخرى نقول الشمال السوري وبيروت الشمال اللبناني الشمال اللبناني إذن العراق هو مطالب التغيير ورافضا للمشروع الإيراني فهي يعني الوقت المناسب والزمان المناسب والمكان المناسب لاستهداف قاسم سليماني فإذن العراق مقتل قاسم سليماني لن يغير على المستوى الستراتيجي للمطالب المتحدة هذا بالنسبة للمظاهرات بالنسبة لمن شد ظهره كما يقولون بقاسم سليماني ما الذي سيفعله الآن يلطم والله نحن نقول لهم يا شباب اتركوا هؤلاء لأنهم سيدخلوا بكم إلى محرقة والخاسر فيها أنتم وآبائكم وأمهاتكم لأنه فقط يعني سترتدي عليكم اللباس الأسود اليوم قاسم سليماني لا ينفعكم الشعب العراقي بغالبيته رافضا للمشروع الإيراني التفوا وكونوا حاضنة للشعب العراقي وابتعدوا عن هذا المشروع الإيراني الذي أصبح آيل للسقوط آيل للسقوط ليس بفضل القوى الدولية بل بفضل الشعب الإيراني من الداخل وفضل المجتمع القيم قاسم سليماني الذي يرفضه نعم لن ينفعهم من أتى بعد قاسم سليماني هل سينفعهم بداية القاسم سليماني كثيرة إذا قاسم سليماني لم ينفعهم كيف سيأتي من بعد وينفعهم الذي جاء من بعده هو يريد الانتقام بمعنى يريد استخدامهم فقط يريد يدخلهم معارك معارك الناتج ما لا يساوي صفر بالنسبة لبلدانهم يعني عندما الحجد الشعبي يدخل في معركة نيابة عن إيران بالنسبة للناتج ما لا يساوي صفر للعراق أو أقل من صفر تحت الصفر بالنسبة لحزب الله عندما يدخل في معركة نيابة عن إيران وتعرى لقاسم سليماني الناتج يساوي صفر للبنان أو أقل من صفر لهذا السبب نقول أنه من يأتي بعد قاسم سليماني سيأتي يمكن أن يكون أكثر عدوانية وأكثر انتقاما ويستخدم هؤلاء في هذه المحارقة فاصل قصير نتوقف به معكم ومع المشاهدين الكرام ثم نعود إليكم مشاهدين الكرام لنكمل الحديث عن تأثير قتل قاسم سليماني على الإقليم في لبنان في اليمن في سوريا كيف سينعكث ذلك وهل سيكون الإقليم ملتهبا ومشتعلا بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر من جديد حياكم الله مشاهدين الكرام نتابع هذه الحلقة معكم من برنامج شؤون إقليمية ويسعدني أن نجدد الترحيب الكتب والمحلل السياسي الخبر الشأن الإيراني السيد حسين السبعوي أهلا ومرحبا بك مجددا معنا في هذه الحلقة نتابع ما توقفنا عنده قبل الفاصل وهو العراق مقتل قاسم سليماني وبمهدي المهندس وجماعتهم كان له تأثير وسيكون له انعكاس كبير على الحكومة وعلى المظاهرات وعلى مسار العراق ما هو المستقبل يعني أنا أعتقد المستقبل قد يجوز على مستوى التكتيكي يعني فيه تأثير سلبي على التظاهرات وتريد الحكومة وحلفائها باستثمار هذا الحدث لضرب مشروع التظاهرات وبحجة أن هذه التظاهرات الأميركان هم من استهدف هؤلاء وهؤلاء يعني تبع للأميركان فهنا تعرف هذه القصة اللي موجودة والمؤامرة وهؤلاء يتقاضون قبل كم يام طلعوا قوائم بأن هؤلاء جميعهم يتقاضون رواتم الأميركان والقصة هذه معروفة يعني لدى الشعب العراقي أعتقد يحاولون استثمار هذا لكن لن يفلعوا على المستوى الستراتيجي المتظاهرون مصرين على مطالبهم السبب لماذا؟ لأن مطالبهم مطنية يمتلكون حاضنة شعبية كبيرة يمثلون أغلب الشعب العراقي فهنا قصة تشكيل الحكومة العراقية الآن إحنا ما عندنا رئيس وزراء في العراق الرئيس وزراء المستقيل لا يحقناه اليوم تكلمون عن المعاهدة الأمنية وكيفية إنهاء دور الوجودة الأميركية في العراق رئيس الوزراء المستقيل لا يحق له المساس بالمعاهدة الأمنية لأنه حكومة تصريف أعمال فهذا غير ما فلابد من وجود رئيس وزراء اليوم هذه الكتلة التي تعتبر كتلة الأكبر يسمى كتلة البناء الرئيسها هذا العامري أصبح هو أيضا بديل لأبو مهد المهندس يريدون استثمار هذا لمجيء برئيس وزراء من قبل هذه الكتلة وهذا طبعا مخالف يختلف مع مطالب المتظاهرين في العراق الذين يريدون شخصية وطنية بعيدة مستقلة وليست مستقيلة فأعتقد القصة معقدة شيئا ما لكن لمحصلة النتيجة أنه المتظاهرون المصريين على مطالب ولن تستطيع كتلة البناء المجيء بشخصية لا يرغب فيها المتظاهرون أو بمعنى لا يرغب فيها الشعب العراقي بشخصية حزبية من داخل كتلة البناء قبل قليل تحدثنا عن القاعدة العسكرية التي تم ضربها في العراق هذه القاعدة فيها جنود عراقيين وكذلك الأمر تستضيف أمريكان من قبل الإيرانيين تم استهدافها بصواريخ كاتيوشا السؤال الذي يبرز هنا عندما كانت المقاومة العراقية تستهدف مثل هذه القواعد العسكرية كانوا يقولون أنه هؤلاء إرهابيين الحكومة العراقية اليوم كيف تتصرف بهذا التصرف كيف تنظر إلى ما يقوم به الإيرانيون كونها يعني منهم وفيهم كما يقولون يعني شوف هناك تناقضة هناك ازدواجية في المعايير اليوم عندما تستهدف قاعدة كيوان وفيها جنود عراقين واليوم قاعدة بلد فيها جنود عراقين لو استهدفها غيرهم لا تبروا عمل إرهابي باعتبار قتل جنود عراقين هذا واحد ثانيا هم يقولون بأنه ميليشيا حزب الله والحشد عموما هو جزء من المنظومة العسكرية الأمنية العراقية هذا كم مرة صرحوا بي كثير السؤال هنا إن كانت هذه المنظومة هذه الميليشيا هي جزء من المنظومة الأمنية العسكرية كيف تقوم بمثل هذا الفعل والقاعدة الحامل قوات المسلحة لا يعلم به لا يعلم ووزير الدفاع لا يعلم وإن كان يعلم فالمصيبة أكبر إن كان رئيس الوزراء ووزير الدفاع يعلمون باستهداف القاعدة الأمريكية فهذه طامة يعني على الملاثم المتحدة ومستمع الدولي أن يتحامل باعتبار رئيس الوزراء هو المسؤول قاعدة عام القاعدة هناك البعض يتحدث عن إصابة ثلاث جنود بسقوط ثلاث قزيف هنا على القاعدة نعم وحسبنا العدد العراقين الذين يقتلون وهنا يعتبرون هذا عمل بطولي وهذه مقاومة وإلى آخره طيب إن كنتم جزء من القوات الأمنية كيف تتصرفون بدون موافقة القاعدة العامة قوات المسلحة هناك ازدواجية وهناك تناقب لهذا نقول الحرب بالوكالة قذرة الحرب بالوكالة من الحروب القذرة التي لا يستطيع المتحاربون أن يتفاوضون فيما بينهم بدون موافقة القوى الدولية فهو فقط جندي مستخدم للقتال ومن ثم يلقى به إما إلى جهنم أو إلى خارج التالي هذا بالنسبة للعراق نعف كاس مقتل سليماني على سوريا هل سنشهد تراجعا للدور الإيراني فيها القضية السورية قضية دولية أكبر من القضية العراقية من حيث المجتمع الدولي لأن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على العراق وهي صاحبة القرار الأول والأخير فيه أما في سوريا فوجود غوسيا ووجود فرنسا ووجود تحالف دولي فإيران تعتبر ثانوية موجودة في سوريا وليست كما هو موجودة في العراق والولايات المتحدة أيضا ليس وجودها رئيسي وأساسي في سوريا فهي تركت سوريا لروسيا هكذا يعني التقاسم وكانه دور روسيا يكبر وينشط ببط بب دور روسيا كبير ليس فقط في سوريا بل في المنطقة لا لا تحديدا في سوريا هو كبير جدا يشابه دور أمريكا في العراق وكانه هو تقاسم لكن موجودة أمريكا في سوريا وفق على مصالح هو قال نحن نحرصها بارة النفط ونأخذها نعم فالقضية في سوريا قضية معقدة وهي أكبر نعم هي ضربة لإيران ويستفاد منها الثورة في سوريا أو الثورة سوريا تستفاد من هذه الضربة لكن قضية سوريا معقدة وجود روسيا وجود تحالف دولي وجود قوة أخرى فرنسا موجودة يعني قوة أخرى كثيرة متحددة موجودة في سوريا فأعتقد المستفيدة الأكثر في استهداف قاسم سليماني هو في الحراق أكثر من ما هو مستفيد في سوريا لكن مستفيدين من سوريا بحجة يعني أو بواقع أنه قاسم سليماني للسوريين ثأر معه في هذا السياق نعم الدول الأغلبية العالم العرب والإسلامية يعني هجر أهالي حمص بالتأكيد يا سيدي هذا النظام منذ عام 1979 إلى الآن هو يقاتل العرب والمسلمين فقط لم يدخل معركة أخرى لم يدخل مع غير المسلمين والعرب أبدا تهديدات كلها تموت كلها لإيران الموت لأمير كلمة الرئيس ولم يدخل معركة مع جميع الأمم إلا مع العرب والمسلمين فالجميع أغلب هذه الدول هي لديها ثأرا مع النظام في إيران أو مع قاسم سليماني ليس من الممكن أن يكون هناك استراتيجية أمريكية فيما يتعلق بسوريا تسليم سوريا لروسيا بشكل مطلق مع إعلان وهم بالانسحاب الروسي نشهد تراجع للدول الإيراني ثم اغتيال ربما لبشار الأسد كما يتنبأ الكثيرون هل من الممكن أن نشهد سوريا مغايرة عن ما قبل 2020 أنا أعتقد أن حتى لو كان هناك تغيير هناك اتحاد الأوروبي فرنسا يعني هي أيضا صاحبة ثقل ليس فقط على المستوى العسكري بل على المستوى السياسي لأننا لا ننسى أن الدول التي استعمرت الدول العربية ما زالت سفاراتها شبه حاكمة في تلك الدول اللي كانت الدول تحت السيطرة الفرنسية تحت الاحتلال الفرنسي في أفريقيا وفي سوريا وإلى أفريقيا جميع هذه الدول لفرنسا لها دور ثقل سياسي فيها كبير ليس فقط لروسيا فروسيا دخلت أيضا لها ثقل ولكن لا ننسى أنه فرنسا لها ثقل في سوريا وإيضا هي جزء من القرار فمجموعة الدول لا يمكن أن تتفق على قرار واحد طيب نحن نتحدث عن سوريا وهي أيضا دولة مجاورة محادية لإسرائيل فما دول المحادية لإسرائيل تختلف عن بقية الدول الأخرى التي لا تحدى حدود معاك هناك الآن في عاجل قصف يستهدف معسكر تابع لميليشيات الحشد الشعبي العراقي على الحدود السورية العراقية أو العراقية السورية داخل العراقية نعم نعم هذه الحرب بالوكالة المقتول قاسم سليماني إيراني والمقتول في العراق الذي يستهدف في العراق هو الحشد هو عراقي كان هذول الشباب بسطاء ترنت قيادات الحشد شيء وهذول الشباب البسطاء الذي يخذوهم من أجر الراتب لأن العراق عملوا عملية معقدة جدا في الاقتصاد العراقي جابوا عمال من الأفغان والهنود يعمل بشار بمئة دولار هذه لا تكفي لأي عراقي أجبروا هؤلاء الشباب أن يطوعوا في الحشد إيران تستخدمهم قصفت قاعدة بلد فيها أمريكان الولايات المتحدة قصفت الحشد الحدود السورية يقصفهم قاعدة في كيوان الولايات المتحدة تقصف في مكان أخر الحروب بالوكالة حروب قادرة لكن القوة الدولية التي تستخدمها هي التي تحسم الأمر وليس المتحاربين أريد هذا ما أريد أن أقوله المتحاربين لا يستطعوا لحسم الأمر هم مجرد أدوات بما يتعلق بلبنان هناك أداة كبيرة سليماني كان عند حسن نصر الله قبل أن يذهب للقاء بشار الأسد ومن بعدها ليلقى حتفه في العراق كيف سينعكس موت سليماني على حزب الله اللبناني أقل ما يكون أقل من العراق ولكن أنا أقول كالآتي أن الشعوب التي تهيمن عليها إيران جميعها رافضة لهذا المشروع وبدأت تنتفض وإذا انتفضت الشعوب عادة ما تكون هي تيارا عارم لا يستطع حد مواجهته الإرادة الخارجية الدولية غائبة جدا عن هذه الدول التي تهيمن عليها إيران فاليوم علينا أن ندرك نحن في عالم عربي ودول عالم الثالث التغيير أي نظام لابد أن تكون هناك إرادة خارجية إرادة دولية يعني لا يوجد نظام في العالم العربي تغير تلقائيا من تلقاء نفسه بدون الإرادة الدولية الذي تغير في الربيع العربي كان أوليات المتحدة دورا مباشرا كان أوباما يقول أنهم مغادرة السلطة على تسليم الحكم هكذا كان يصرح رسميا بمعنى الإرادة الخارجية موجودة والدولية موجودة بس أوباما كان يصرح يعني بالنسبة للسوريين وبالنسبة لبعض الشعوب في الأقليم كان يعتبر أن خطوطها الحمراء قضية السورية مختلفة لكن علينا ناخد مصر ناخد مصر ناخد تونس ناخد ليبيا كل هذه الدول كانت الإرادة الخارجية موجودة داعمة للشعوب هذا ما أريد أن أقوله أنه اليوم الإرادة الدولية داعمة للأنظمة وليست للشعوب فإذن الشعوب لا بد أن تثور وتفرض نفسه حتى تغير الإرادة الدولية لصالحها وليس لصالحها للأنظمة لأن إرادة الدولية لا يمكن أن تحرص نظاما مدى الحياة هذا النظام لا يمكن أن يحافظ على مصالحها فإذن اليوم المشروع الإيراني أصبح مرفوضا مطلقا في المنطقة العربية والإقليمية بل هو مرفوض حتى في داخل إيران فلابد من وجود إرادة دولية لمساعدة الشعوب في الخلاص من هذا الأمر من هنا أنطلق للحديث عن اليمن والحوثي على وجه الخصوص هل سنشهد دور سعودي أكبر في قادم الأيام نعكاسا على موت سليماني وترجع المشروع الإيراني بشكل أو بآخر يعني للأسف أنه التحالف العربي ما حقق أهداف في اليمن وخاصة الإماراتية من الدول التي مارست دورا سلبيا في اليمن يعني ضمنا هي ساعدة الحوثي في وجوده من حيث الاعتراف الشرعي الضمني به عندما شكلت ميليشيات الجنوب فأصبحت اليمن قضيتها معقدة أكثر وكأنما هي تعمل أو تتخادم مع المشروع الإيراني بدون التصريح بذلك أفعالها تقول هكذا عندما تشكل ميليشيات من الانتقال الجنوبي وهي تنقلب على الشرعية فبالتالي هذا ليس من مصلحة اليمن فإذا التحالف العربي هو انحرفت موصلته خاصة بوجود الإمارات مما يصعب تحقيق أهداف المنشودة التي أعلن عنه أستاذ حسين ما دلالات اختيارات أو اختيار طهران للرجل الثاني في فيلق القدس والذي كان ظل سليماني بالمنطقة وصاحب عبارة أن أفول أمريكا بدأت من هو مصطفى قاني؟ يعني شوف هو عادة عندما يكون الشخص الثاني سابقا فأكيد لديه الخبرة الكبيرة لديه معرفة بتفاصيل الأمور وداخلها بمعنى أيضا هو يعتبر صندوق أسود يعني يعتبر صندوق الثاني وخصوصا المؤسسات الأمنية المؤسسات الأمنية غير المؤسسات السياسية المؤسسات السياسية ممكن تجر انتخابات داخلية واختيار شخصية أخرى بعيدة مثلا لو كانت وزارة الخارجية يمكن يختارون أي سفير آخر أو أي شخصية أخرى لكن المؤسسات الأمنية أولا سلم الرتب هذا واحد ثانيا الرجل الثاني عادة ما يكون هو الأكثر إصرارا هي لا تحتمل الانتخاب المؤسسات الأمنية لا تحتمل الانتخاب تحتمل المركزية ولهذا أن المؤسسات الأمنية لا تمارس الديمقراطية حتى لو كانت شكلية سواء في إيران أم حتى في الولايات المتحدة فإذا الاختيار هو أعتقد اختيار صحيح وفق النظرية الإيرانية اختيار الرجل الثاني لأنه هو الوحيد الذي سيسد هذا الفراغ وإن كان من الصحب سد فراغ كامل لقاسم سليماني لكنه لكن ما نخشى أنه أنه هذه الشخصية تكون أكثر عدوانية وهذا ممكن لأنه جاء ليس ثائرا ثائرا منتقما عادة ما تكون هذه الشخصيات تكون أكثر عدوانية أولا ليثبت نجاحه بأنه هو سد الفراغ وأكثر هذا واحد هذا مهم جدا خصوصا للقوات المسلحة والرتبة العسكرية لا تقبل على نفسها أن تكون يعني أقل شأنا يتباه بالإجرام يعني من هو الأجرام أكثر يتباه بالإجرام بالانتقام أكثر لكن ليست لديه رؤية كما هي رؤية قاسم سليماني لأنه الرجل امتلك كل هذه الرؤية وكان أيضا صندوق أسود مهما يكون البديل هو الأفضل هذا لكنه لن يكون هو الكامل عن قاسم سليماني ترامب يقول أنه قتل سليماني لمنع الحرب كيف يمكن أن نفهم هذا التصريح؟ يعني هو ترامب لديه مشكلة داخلية ولا يستطيع أن يدخل معركة مباشرة اليوم مع إيران فمثل هذا التصريح هو يخدم سياسيا لأنه اعتبار أنه قاسم سليماني كان يعد العدة لعمليات عدوانية عسكرية ضد الولايات المتحدة فاعتبر أنه بمقتله سيجنب المواجهة المباشرة مع إيران طبعا هذا تصريح سياسي أكثر ما هو تصريح عسكري فيما يتعلق بحل الموضوع عبر مفاوضات هل يمكن ذلك؟ هذه البارحة قرأت شيء عجبني بي كثير ترامب يقول أنه إيران لا تخسر بالمفاوضات وتخسر بالحروب صحيح طبعا صدق في هذا الكلمة أي مفاوضات سيكون فيها الرابح إيران أي مفاوضات لكن على المستوى الداخلي الإيراني لا بد أن يكون هناك ردا حتى لو كان رد موضعي أو رد يعني جزئي حتى يرضى الشارع الإيراني ويرضى حلفاء إيران لا بد أن يكون هناك ردا حتى لو كان جزئيا أو محدودا أما في قضية التفاوض فتأكد أنه كل من تفاوض مع إيران خسر وكل من دخل معها في مواجهة وخصوصا في هذا النظام الرابح هل الأحداث الأخيرة تشير إلى استراتيجية جديدة للولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط؟ اليوم من الصحب على التكلام عن استراتيجيات المستقبلية خصوصا مع نهاية العمر السياسي لترامب لو بداياتها نستطيع أن نتكلم عن استراتيجية أربع سنوات أما الدولة المؤسسات أو مؤسسات الولايات المتحدة ما زالت حريصة على الحفاظ على هذا النظام ما زالت لحد هذه اللحظة المؤسسات الأمريكية لا تريد إسقاط النظام في إيران ما مدى استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لهجوم ربما يكون مجنون من قبل طهران عليها؟ لا ورد الفعل للأمريكية عادة ما يكون عاجلا وسريعا وعنيفا أي استهداف أمريكي للقوات الأمريكية يعني الرجل فكر تفكير أجته الضربة مباشرة لا هذا القضية أنه البنتاجون والقيادات الميدانية العسكرية مبلغة كاملة أنه حماية القوات هذه ضرورة لا يحتاج العودة إلى قرار سياسي البنتاجون مستعد الآن للحماية طبعا وهذا لا تحتاج إلى قرار سياسي ولا تحتاج إلى كونغرس يعني أي حرب دفاعية لا تحتاج العودة إلى الكونغرس وإلى مدلس شيوخ لا تحتاج لا تحتاج قرار الرئيس والمسؤول ومن حقي أن يتخذ هذا القرار بدون العودة إذا كانت دفاعية أما إذا كانت هجومية لا تختلف فأي معركة أي استهداف إيراني لمواقع الولايات المتحدة من حق القيادات الميدانية والبنتاجون بمعنى وزير الدفاع الرد على واعتقد إيران لن تجرح على استهداف قاعدة أمريكية خالصة فقط للأمريكا قائد ميليشيا كتاب حزب الله في العراق يقول على الأجهزة الأمنية الابتعاد عن القواعد الأمريكية مسافة ألف كيلومتر ابتداء من مساء غد يعني معنا يخرج وخرج العراق يقول للقوات العراقية إذا تعرف أنت مساحة العراق طولا وعرضا طولا تصل تقريبا إلى ألف ومئتين وخمسين كيلومتر لو إذا ما حسبنا قليم كردستان منطقة كردستان بمعنى لا تساوي أكثر من ألف كيلومتر يعني هل القوات الأمنية تخرج خارج العراق؟ هذا كلام ليس منطقي رجل أنت تعرفون قاعدة الميليشاتهم ليسوا عسكر ولا خريجي أركان ولا كليات هم ناس ملالي طائفيين عقائديين على غرار ما موجود في إيران فبنت هذا تصريح لا يمكن أن القبول به خروج ألف كيلومتر ألف كيلومتر معنا خروج خارج العراق العرض الطول في العراق لا يساوي عدى ما نحسب من منطقة كردية فلا يساوي ألف كيلومتر طيب والعرض لا يساوي سبعمائة خمسين كيلومتر أنت شو تقول الخارج العراق؟ هذا كلام غير منطقي بمعنى أنه يريد سيستهدف قوات أمنية وهنا القوات الأمنية لا يمكن أن تقبل على استهدافها على الحكومات المتعاق الموجودة أن تكون مسؤولة عن ما يجري أو معنى دعوة لحرب أهلية هل من الممكن أن تشترك إسرائيل بهذه الضربات الموجهة؟ هي سبقت الولايات المتحدة الأمريكية ولكن على ما يبدو أن الولايات المتحدة أخذت وجه آخر هذه المرة أنا أعتقد الولايات المتحدة كفيرة لإسرائيل في العراق على خلاف ما هو في سوريا منذ الحرب العراقية الأمريكية عام 1991 عندما العراق استهدف الكيان الصهيوني بصواريخ الولايات المتحدة لا سمحت للكيان الصهيوني باستهداف مناطق في العراق وهي اكتفت بالرد فأعتقد أن إسرائيل عندما تستهدف هذه المناطق لا بد أن تحلم الولايات المتحدة ولا بد أن توافق عليها الولايات المتحدة هذه القصة على خلاف في سوريا في سوريا الأمر مختلف الولايات المتحدة هي كفيرة لإسرائيل في العراق وتستطيع أن تقوم بما يجب أو بما تريد به إسرائيل ما مستقبل الإقليم في 2020؟ والله أهدتنا الحروب بالوكالة نتائجها مدمرة وقد تكون نتائجها إلى حرب بالأصالة مباشرة وعادة جغرافية الحرب بالأصالة هي المنطقة تعتبرها منطقة المحروقة المنطقة المحروقة أعتقد هي منطقة القليج والعراق وسوريا وهذه المنطقة هي تكفي لحرب يعني بالأصالة وإذا ما قلنا حرب بالأصالة بمعنى اشتراك الصين وروسيا في مواجهة الولايات المتحدة وتنقسم بعض الدول الأوروبية أيضا كما في الحرب العالمية ممكن نشهد مواجهة بين الروس والأمريكان في العالم العربي في الشرق الأوسط؟ يعني هي مؤجلة فقط إلى متى؟ مع الصين لا نستطيع أن نحدد سقفا زمنيا حسب نضوج الحرب بالوكالة عندما تنتهي وتستنفذ كافة المساعدة أستطيع أن تأخذ نفس هنا روسيا في الشرق الأوسط؟ لحظ الحروب بالوكالة عادة ما تؤدي إلى حرب بالأصالة إذا لم تحقق أهدافها مثال ذلك حرب عالمية ثالثة يعني ممكن بعد 2020 وخصوصا مش في 2020 نعم خصوصا الصين وروسيا من جهة والولايات المتحدة من جهة وأعتقد أوروبا ستنقسم بين الطرفين ساحة وين ستكون؟ من ضغط الخليج والشرق الأوسط شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذه الحلقة السيد حسين السبعوي الكاتب والمحلل السياسي والخبير في أشان الإيراني شكرا لكم أشكرك جزيلا أشكر أهلا ومرحبا بك دائما معنا عسى أن نستضيفكم كل مرة في مثل هذا الخبر شكرا لكم أشكركم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة